لذلك لما الناس بتعيش بالكم ايه اللي بيحصل؟ يبقى نفسه قصير يبقى نفسه قصير ويحبط بسهولة لان عايز لما يعمل يحصل الاسر اللي هو محدده واللي هو عايزه لكن احنا بنعمل من اجل الوصل بنعمل من اجل ان نكون عبيدا ونطلب رضا مولانا سبحانه وتعالى فلما يكون العمل كده ما بيكونش عبء يكون ساعة ارحنة بالصلاة يا بلال يجي الراجل يقول هو ابني ليه مش مقبل على الصلاة لان هو مش عارف انها ساحة واسعة هو حاسس ان الصلاة عبء على كتافه يقول لي ابني هيعرف يفهم الكلام ده اه يعرف يفهم الكلام ده زي ما هو بيجيلك وحاسس ان هو بيستنجد بيك لما يكون عنده مشكلة واذا كنت انت مش هتقدر تعمل حاجة لكن هو بيحس ان هو ارتاح هو بيحس ان مش مهم الكم ومش مهم اللي هو يشايفه قد ما يحس ان فيه اله يؤمنه ويصنع له الخير ويعيش هو في حماه اما الكمية فبتربي اولادنا على الاستعجال انه يستعجل النجاح يستعجل الفرج يستعجل النص وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا واعلم ان النصر مع الصبر لان الصبر ضياء والصبر نور بيجعل الانسان يرى الحياة من عند الله فيراها متسعة وواسعة مش يراها ضيقة بالكم ما يبقاش مسجون في كمه فيعرف انه لو حصل لو حصل ليه اي ازمة ولو حصل لأي هزيمة او اي فشل فلسه الحياة واسعة لسه الحياة عند ربنا سبحانه وتعالى ولسه الحياة مد البصر ولسه الحياة مد المدد ولسه الحياة مد الامل اللي هو في ربنا سبحانه وتعالى الواسع الامة الكم بقى بيجعل الانسان يحس انه آلة كمان وانه امته هي في الكم اللي هو بيحصله وكم اللي انتجه فيستهلك نفسه عشان الكم ويمكن دقت اللي بيخلي الاباء والامهات الاب بيحس انه هو تحول الى آلة او يتحول الى شيء بيدوره في سقيا وما يشعرش الانسان ابدا بقيمته لما يعيش انه هو كآلة ويمكن ده وقت اللي بيسري مننا من غير ما نقصد لأولادنا ان احنا نحولهم الى آلات عشان احنا طلبين منهم انتاج وكم وما منقبلهمش بيعتبرهم أولادنا حتى ولو ما كانوش الأوائل وما كانوش النجحين وده بيتربع عليه أولادنا للأسف أوقات رحلتهم التعليمية لما يكون بعض بعض الأسدزة مش بيراعوا طاقات الطلبة فيطلبوا منهم اللي فوق طاقتهم فالطلب يحسوا انهم زي الآلة قاعد يكتب بالعشرات المرات واعد بيعمل واجبات هو مش بيعمل 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 من غير ما يشغل دماغه فحس ان هو زي الآلة وبنشوف ده كمان ساعات في بيئة العمل بعض الناس بيعتبر الانسان مدام بياخد راتب او ياخد منه اعجاب هو أصبح ملكنا نقول فيه اللي احنا عايزينه ونجرح فيه ونؤذيه زي ما احنا عايزين لانه كأنه أصبح زي الآلة ويعزت ده كلامنا ان احنا عاملين زي الترس في الآلة لا بس احنا مش ترس في الآلة احنا بناء دمين ممكن نبدع وممكن نجد آلات تانية غير الآلات غير الآلات الموجودة فلازم الانسان يحس ان هو ليه كرامة ويحس بانه هو مهما حصل هو لسه عايش كبناء آدم عشان كده مش عايزين نرب أولادنا على الكم لان في الحقيقة التربية بالكم اول ما تفسد تفسد العلاقة بيننا وبين أولادنا وقبلها بتفسد العلاقة بين الأولادنا وبين ربنا وقبلها بتفسد العلاقة بين أولادنا وبين الحياة فيحس إن وجود الإبن في الحياة مجرد أي شيء بيحقق له الرصيد اللي هو عايزه أو يحس إن الأب يحس إن وجوده في حياة ابنه إن هو محفظة فالإبن لا بيحس بوجود الأب ولا الأب بيحس بوجود الإبن ويبقى هما الاتنين مش حاسين بدور بعض في حياة بعض والكم ده بيغرس في أولادنا الصخط لإن هو بيتخلى عن الإنسان ويستصغر النعم فيحس إن هو للأسف حاسس بالفراغ كمان ويجعله يشرع بالجوع طول الوقت لغاية ما يوصل إلى الأنانية والفردانية وكمان يشعر بالتوحش ويبقى نظره دايما نظر على إنه ممكن ياخد حاجة غيره ويحس بإن ده للأسف مالح حياته بالمصلحة ويحس بإن هو مش حاسس بها أي علاقة غير لما تتحول إلى بيزنس ترجمة نانسي قنقر